في وقت لا يزال السكان في مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية يرزحون تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والأوضاع المعيشية المأساوية يتواصل مسلسل العنف والانفلات الأمني في تلك المناطق مخلفاً مزيداً من الخسائر البشرية وسط عجز حكومي زاد الطين بالله أكثر من 160 قتيلاً من المدنيين وقوات الحكومة وعناصر الفصائل المسلحة على مختلف مسمياتها خلفتهم حالات الانفلات الأمني وأعمال العنف والمعارك في مناطق سيطرة الحكومة السورية خلال شهر 22 نوفمبر الفائت بحسب أحدث إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان المرصد قال في تقرير جديد له إن 161 شخصاً من المدنيين وغير المدنيين قتلوا جراء أعمال العنف المتصاعد ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية وحلفائها وبحسب التقرير الحقوقي فإن 65 مدنياً فقدوا حياتهم جراء تلك الفوضى بينهم 13 طفلاً و3 نساء فيما لقي 40 عسكرياً ومتعاوناً مع الأجهزة الأمنية الحكومية حتفهم محافظة درعة جنوبية سوريا كانت المنطقة الأبرز في هذه الفوضى الأمنية حيث وثق المرصد السوري تزايداً في معدل حوادث الفلتان الأمني والاستهدافات بلغ أكثر من 30 حادثة ما تسبب بمقتل 28 شخصاً بينهم 18 مدنياً وفي وقت تتصاعد الأزمات ومعاناة السكان في مناطق سيطرة الحكومة وجه المرصد السوري لحقوق الإنسان نداءاً حتى خلاله المجتمع الدولي على العمل الجادي لإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري